أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير الصومال لدى مصر ومن دبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمناسبة انتهاء مهام عمله بالقاهرة كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل للصومال في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين من جهته أشهد السفير الصومالي بالتعاون الذي حظ به من جارب المؤسسات المصرية مؤكدا تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري الفاعل في الصومال